قرار الخسائر تستمر فيديوهات المعنويات واحدة من أقوى أسلحة الحروب يعني أنك تقدر توصل لفيديو يوضح حالة ضعف أو فزع لخصمك بتكون كسبت نقطة أو جولة فيديو تاني منتشر خلال الساعات اللي فاتت لكاميرا على خوزة جندي إسرائيلي ومجموعة من وحدته وكما هو متداول الجندي من لواء جولاني فرقة النغبة وفجأة بيحصل استهداف ليهم في غزة وفي أفراد بتقع ومصابين بيصرخوا من الألم وبيتعالجوا وواضح واحد من المصابين بيتم إسعافه وشوية بنشوف واحد تاني بيقوم بمساعدة زميله طبعاً الضربة مباشرة وقوية السؤال الأهم هي الفيديوهات دي مين بيطلحها وإزاي وصلت للسوشيال ميديا وطبعاً التوقيت مهم في وسط معركة الفيديوهات على السوشيال ميديا طبعاً التعليقات كانت كتيرة لازالت الفيديو من على خوزة عسكري من داخل غزة والقصف أمامهم بعض التعليقات كانت مثلاً كان فيه زاهر زاهر البحري قال اللي يسأل ليه انسحب هذا لواء النغبة من غزة هذا مثال بسيط حسام كمان قدم وصف يعني بشكل أدق شوية وقال أعتقد قضيفة هون لو كانت مضاد دروع كان راحوا فيها كلهم عنده خبرة شوية حسام كمان كان فيه تعليق من حساب باسم سبق بهابري واللي واضح عنده اطلاعه العسكري زي ما بيقول هو قال من معرفة العسكرية كضابط ركن لا يتم سحب لواء من القتال إلا لأحد الأسباب التالية اقتناع القيادة الجازم بعجزه عن تنفيذ المهام الموكلة إليه تعرضه لخسائر جسيمة أو انهيار معنوياته عجز قياداته عن تأمين متطلبات مهامه لوجستياً وتعويض خسائره البشرية توقع خسائر بشرية جسيمة وشيكة